بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم ابنانا طلاب طلاب سكندري والم مع حصة جديدة من حصة ساينز مع مستر الشريف الهواري كالعادة ما ننساش نعمل سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا عليها الدروس بتاعتكم ان شاء الله ونعمل طبعا فول صفحة على الفيسبوك عشان تعرفوا جدول الحصة بتاعتكم اللي هي ان شاء الله كل يوم سبت انتم عارفين كويس بس في ناس طبعا بتسأل لسة جديدة فاني بعارفين ان الحصة بتاعتكم ان شاء الله انتظروها كل يوم سبت حصة الفيزيكس او الكميستري ان شاء الله او ممكن يكونوا الاتنين مع بعض على حصة طبعا بس يا ولد ظروف الوقت عندي فالنهاردة ان شاء الله هنتكلم عن هنتكلم فيها عن كنا خلصنا وكلمنا عن الحصة اللي فاتت ان شاء الله انا عارف ان انتم منطلباتكم ان انا احل معاكم اسئلة هاضطر ان شاء الله ان انا ممكن السبت اللي جاي بازن الله ان اوقف بس شوية وحل اسئلة على الاجزاء اللي احنا شرحناها مع بعض سبقا في الفيزيكس او عشان تتطمينه شوية وان شاء الله تكون بالنسبة لكم الامور سهلة درس النهاردة بيتكلم عن حاجة جديدة شوية بنتكلم فيه عن يعني ايه يعني يعني يا ولد الحركة في دائرة طبعا دي احد انواع الحركة طبعا الموجودة في حياتنا وان شو هنشوف لها ان شاء الله كتير دلوقتي او في يعني في قوانين الحركة في دائرة هناخد تلات قوانين مهمين جدا في في الشابتر ده هنبدأ بس مع بعض اول حاجة نفتكر مع بعض حاجة مهمة جدا لو انت عندك بادي البادي ده بيتحرك بسرعة سبتة تمام كده وانا فورس اكتس اون ابادي لو لو في فورس اثرت على البادي ده يا ولاد اللي هو الموفينج بادي ده يعني في في فورس اثرت على بادي البادي ده بيتحالة اللي يحصل له يعني هيكتسب يعني وليكن دي قوتك مسلا عربية دي انت بتزقها بفورس تمام كده وهي ماشية يوم يحصل لها ايه هيحصل لها يا مستر هتكتسب او هيبقى عندها حاجة اسمها تصارى تمام كده واخدنا الحصة اللي فاتت ان اللي هي بما ان هيبقى عندك يبقى يكون في ايه طبعا او العكس بما ان في فورس يبقى اكسلوريشن طيب ده معناه ان الفلوس بتاعتها تتغير طبعا ما هو ما فيش اكسلوريشن الا لو الفلوس تحصل لها وانت لسه ايه الحالة دلوقتي ان البادي ده كان بتحرك بيونيفور بيونيفورم وانت اثرت عليه بفورس يوم اكتسب اكسلوريشن ده معناه ان الفلوس بتاعته حصل لها ايه نتيجة تغيير اتجاه القوة المؤثرة اللي هي طب ركز عشان عندنا تلات حالات لو كانت اتجاه القوة المؤثرة ما له بقى في نفس اتجاه الحلقة ايه اللي يحصل يا ولاد طب يعني ايه مصر قولنا الاول هاي زي ايه مسلا زي مسلا الراجل اللي هو الموتورسايكل ده اللي هو الموتوسيكل ده والحركة بتاعته في الاتجاه ده اهو فوق موشن دايريكشن عامل اكسامة جيت انت اثرت عليه بفورس دايريكشن انزا سيم دايريكشن اهي ان ذا سيم دايريكشن فموشن يعني في نفس اتجاه الحركة اللي يحصل تزبيد طبعا ده انت لو بتجري كده وجي واحد من زميلك تجري في الاتجاه دا دايريكشن دا دايريكشن بتاعك وجي واحد زميلك زقك كده بس كده في ظهرك ايه اللي هيحصل تقول لي يا مستر اكيد انا كنت هو على وش يا مستر دا زبيد بتاعتي زادت برافو عليك يبقى ذا سبيد اوف موينج اوبشك انكريس ماشي اللي بعدها ذا دايريكشن اوف موشن داز انت تشينج هل اتجاه الحركة بتاعك تغير لا طبعا هل انت لفيت يمين او شمال ولا حاجة او رجعت الوراء لا 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 يا مست انا فضلت ماشي انزا سيم انزا سيم دايريكشن فموشن فنفس اتجاه الحركة بتاعتي تعالوا نشوف كده على البنزين اكتر او القوة بتاعته المراضي مين البنزين اللي بيدوس عليه طبعا ما حدش هزوء في دايريكشن في نفس اتجاه الحركة طبعا يحصل له زي ما احنا قلنا يا ولاد في الوراء اللي فاتت دي قلنا لو في بغضي ماشي بيوني فورم يوني فورم وانت اصار عليه يحصل له يكتسب طيب الحالة التانية دي القوة المؤثرة دي كانت عكس اتجاه الحركة يعني الراجل اللي راكب الموتوسيكل دا يا مستر ده فرامل يعني استخدم الفرامل المراضي يا مستر اهو تمام زي المرة اللي فاتت بس المرة دي بقى يا مستر اللي عايزة توقفني او اللي اصارت علي اللي هي دي قوة الاحتكاك طب ايه اللي هيحصل هيحصل حاجتين بصوا الفرق بين هنا وهنا بقى الحاجات اللي تيجي لك في الامتحان هنا سرعتك تقل بقى المراضي ليه لان المراضي القوة اللي متأصل على البادي عكس اتجاه الحركة او ما اللي هنا كانت ايه كانت انكريس طيب هنا في اول واحدة كانت اما هنا لا يا مستر طبعا هنا برضو الحالة بتاعتنا يعني ما حدش يقول هل هي تتغير لا يا مستر ده اكيد برضو الراجل هيفضل مكمل شوية لحد ما هيوقف لكن هلا رجع بضاهره لا طبعا طب تعالوا بقى ننقل الحالة الثالثة لو كانت القوة المؤثرة دي اولاد بتكون ازاي مستر يا زي اللي راجبين ده اولاد اللي هو الموتسيكل ده وبيلف يعني في مصار دائري يعني بيلف في دوران كده صينية زي اللي في الشارع اللي احنا بنلف فيها دي وايه هو بيلف كده جسمه زي ما انتم شايفين كده ولاد فين الفورس اللي بتأثر عليه اهي بصوا كده الفورس دي مركزها مين السنتر بتاع السيركل دي بتاع الدايرة دي طريق الدائري ده اللافف ده فا ايه اللي يحصل يبقى خلي بالك بقى الفورس وده وده بتاع الموش انا يا ولاد بعملين ايه عاملين يا زي ما بتاخد كده في الماث اللي هي بتكون فبيكون عليه زي ما انتم شايفين كده فا ايه اللي يحصل ساعتها بيكون اتجاه القوة اللي بتأثر ازاي عمودي على اتجاه الحركة بتاعتك وقولتلكه ازاي تمام كده زي ما انتم شايفين كده اللي يحصل هنا السرعة بتفضل ثبتة وعلى فكرة يا ولاد دي مهمة جدا لان لو سرعتك قلت ولا ولا زادت زيادة انت ممكن تنفسك يعني اتقلبت بالموتسيكل ده في اللحظة دي بتحول تثبت سرعتك على قد ما تقدر لا تدوس بنزين ولا تدوس فرامل او طيب يعني السرعة بتفضل السبتة لكن بقى المرة دي مين بتغير اتجاه الحركة بتاعتك هو اللي بتغير بصوا كده لما بيني بجسمه تمام للي مين او الشمال في كوة بتتكون يا ولاد بتكون ما لها نورمال توزا دايريكشن او موشن يعني نورمال طب ايه اللي يحصل اه طبعا كوزينج تشينج انزا دايريكشن او موشن هيحصل تغيير في دايريكشن تمام كده اه عشان كده بيفضل يتحرك فين يا ولاد عشان كده بيحافظ على الحركة بتاعته في مصار داية عشان كده بتفضل محافظ على حركتك في نفس الدايرة يا رب نكون في منها يبقى دول تلات حالات اللي هما لما يكون واتأثر بقوة هيكتسب دي هتحصل ليه نتيجة تغيير فين يا ولاد في تغيير في السرعة طب في الحالتين دول مين اللي اتغير المجنيتيود المرة ومرة طب في الحال دي يا مستر السرعة ما اتغيرتش ما ما قال لنا هون بس استنى الدايركشن هو اللي ايه اللي تغير الدايركشن هو اللي تغير ودي بقى اللي هتكلم هنتكلم على بالتفصيل يلا نكمل طبعا يعني بتتحرك في حركة او في دايرة ممتظمة هيتأثر بقوة يا ولاد الكوة دي بتكون ما لها زي ما احنا قلنا يعني عمودي على المصار بتاعي يالا نشوف كده ثانية واحدة نشوف كده مع بعض يا ولاد ادي اللي بيتحرك هنفرض ان هو كورة وانت رابطها بحبل ومسكها من هنا تخيل معاي كده انت رابط كده مثلا ربع جنيه مثلا المخروم ده وربطته بخيط او اي جسم كده وروح تربطته بحبل وعادة تلفه بيديك هيحصل ايه هتقول لي يا مصر هيتحرك يعني في حركة دائرية او في مصار طب هو بعدين ركز فقا في الاياه تقول لي يا مصر وهو هنا بيكون بتاعه 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 كده يعني يا مصر لو بنشوف زماني الناس يا ولاد اللي كانوا بيحربوا على حصينة ويمسك الحبل ويعود يلفه كده ويروح سايبه عشان يمسك واحد صح ويوقع من على الحصان التاني تلاقي ايه تحسين يعني ايه يعني هو ما بيجي هنا او عارف ان الحبلة هيمشي كده او الكورة دي هتمشي كده طب لو الكورة اجت هنا هيتحرك كده للايه للسيركل فييجي هنا كده طب لو الكورة اجت هنا يبقى ملاحظين ايه مين اللي عمال يتغير يا مصر بتاع الفلوس دي بس كده طب هل تغير مقدار السرعة بتاعت الحجر اللي بيلف ده بتتغير لا طبع يا مصر عارفيني الدليل ايه يا ولاد لو انت مسك الحبل اللي مربوط في الكورة دي ولا الربع جنيه اللي انت رهبته دوت وعملت لف كده بسرعة لو انت بطقت سرعية ايديك شوية بس او اتدلعت شوية في اللفة ايه اللي هيحصل تقول لي يا مصر هيقع على ايدي برافو عليك يبقى انت عشان تحافظ على على ده المصاري الدائري ده عشان تحافظ على الجسم يفضل ماشي فيما يخرجش منه ولا يقع على ايديك ولا كتير من ايديك لازم تكون في فورس برافو عليك هي دي الفورس الفورس دي بيسموها باسم ايه بيسموه باسم سنتر بيتال فورس سنتر بيتال فورس يعني اه قوة يعني يعني قوة دائرة قوة من الحركة مركزية او بول عليها قوة مركزية مش عزر كمالكوا قوي قوة مركزية جاء من السنتر كلمة سنتر يبقى تاني تاني زي انا عشان ما انتوهش انت بتلفى حجر في خيط بخيط فالحجر اللي بيلفي في الخيط ده في حاجتين مهمين جدا بيحصلونه المجنيتيود بتاع الفلوستي كونستانت دازنت تشينج زي ما قلنا في اخر عمود يا ولاد في الورقة اللي فاتت ولكن بتاع الفلوستي اللي ما انتوا شايفين كده بالنوع احمر ده بيتغير حلو تمام يا مستر البطي ده كمان بيتأثر بفورس بيسموه باسم قوة مركزية او قوة جذبة مركزية لو انت هديت ايدك شوية القوة دي تكسب الحجر يوه على اديك صح طيب القوة دي دايما بتكون ايه على زي ما احنا قلنا من شوية ايه بصوا القوة دي اهو وهنا نفس الكلام يبقى ان يعرفت تانية وقت كده ههروه القوة تانية كاف سرعة از يسيب طبعا اه اه سيتأثر بقوة القوة دي ما لها يعني بتكون عمودية على المصاري تمام كده بيسموه باسمي قوة مركزية طب ما تيجي نقول الديفنيشن بتاعها الاول نعرف يعني ايه يونيفورم ثيركرا موشن يعني ايه هي الحركة بتاعت البادي ان السيركرا باث بوك تيجي لك في تاني كده لسيركرا موشن يعني ايه حركة دائرية منتظمة يعني البادي يعني البادي بيتحرك ما صار دائره طبعا ما فيش جديد بس اللي لازم تكون متعارف ومتأكد منه انه بسرعة سبتة لكن الديفنيشن هو اللي بيتغير المبدأ ده مهم جدا المبدأ ده مهم جدا ان السرعة لما يكون البادي ماشي في سيركرا بتكون سبتة لكن الديفنيشن بتاعها بيتغير طب يعني هي قوة تأثر باستمرار تاني كده بالراحة بالراحة هي دي الفورس اللي نعصد عليه اللي اسمها ايه سنتر بيترفورس ما لها القوة دي دايما بتأثر تمام ايه دايما في التجاهة بيكون ايه دايما على حركة الجسم نورمال زي ما نقولت من شوية دايما زي ما كنوا بتقوله ايه بتقوله يا ولاد اكني بتقوله تعالى تعالى انت راح فين انت هتطر فين تعالى لف يجي هنا هيروحها هيطير تقوله تعالى تعالى انا بشدك انا اسمي سنتر بيترفورس تعالى انت لف في لف هيجي يطير كده عشان كده الرجل اللي بيسيب الحبل في المكان ده هيبعرف نوما هيطير كده فلما بيفضل محافظ على السنتر بيترفورس الكوة المركزية دي هتخلي وبتحول المصار بتاعه لمصار ايه في دايرة يا رب نكون فهمناها وفهمنا دول الموضوع فهم يا جماعة نحاول نفهم ونركز كويس طيب ايه انواع يا ولاد طبعا بتعمل اجيب لكو الصور اللي عندكو في الكتاب او الصور اللي في الكتاب عشان خاطر وانت بتذكر ايما دا المكان اللي مصار شرح منه ما يباشر امور صعبة عليك يا ولاد في عندنا خمس انواع عندنا وفي عندنا يعني عليها او انواحها يعني واحد رابط اه قوي هنا هون في خيط زي ما احنا شايفينه بيلفه دي اسمها تنشا فورس زي اللي كنا بنكلم معنا اللي فاتت في جرافيتشنال فورس جرافيتشنال فورس بمصدر الرامز اف جي اما الف تي يعني ودي زي ما مسلا الموشن ما بين الارث والصن تمام دي تعتبر من مصدرها الصن طبعا يا مصدر في قوة الاحتكاك تاعت العربية مع الارض كده تمام قوة الاحتكاك مع الارض دي تعتبر في حاجة اسمها لي اكشن فورس اف ان اللي هي يا ولاد الفورس دي العربية ماشي على طريق ميل كده عامل انجل ثيتا مع طبعا اللي هو 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 فالطريق ميل كده تلاقي عربتك متزنة برضو ما تقلبتش ولا حاجة ليه لان في اسمها اللي هي نعمل انواع بتعمل هي يا مصدر طبعا يا ولاد بتتفك كده يعني المركباتين اللي احنا قلنا عليه مبل كده وبتكون طبعا اه بتخلي طبعا الباضي ده في حالة ايه في حالة اتزان بيسمه باسم وفي زي اللي طبعا موجودة في في الطيارات طبعا وتحافظ على اتزانة والسكرار لما تكون بتتحرك او بتتميل احنا بقى نركز على مين فيهم اللي هي اول واحدة هنا هنا يا ولاد طبعا ده الكلام اللي احنا قلناها يعني هو هنا بشرحه مرة تانية بيقول لك اللي انت عشان تحافظ على الكورة دي يعني لازم يفضل الخيط ده او الحبل ده مشدود لجوك انك بتشده صح عليك تمام كده ده معناه ايه بيسموا ساعة الفورس دي اللي هي ايه طيب انت سبته زي ما قلت لكم شوية يعني ما بقاش في ايه ما بقاش فيها مستر ما عدش خلاص في القوة اللي بتشد دي القوة المركزية دي في ايه اللي يحصل طبعا القورة تطير وتتحرك في اتجاه بيكون يعني مماس للمسار بتاع الدير طيب احنا بقى عايزين نحسب الفيلوستي بتاعت الحجر ده او بتاعت الكورة دي وبيسموه باسمي ايه اللي هي الحركة او السرعة الممسية دي اللي هي السرعة اللي بيتحرك فيها البضي لو انت غيبت من السنتر بيتر فورس لو انت لغتها طيب بيسموه باسمي ايه اللي هي الكلام على فكرة واضح جدا ومس صعب بصوا كده هي السرعة بتاعت الابجيكت بس في اتجاه ايه طبعا يعني في لحظة اللي انت ايه تسيب يعني في لحظة الفك يعني لحظة انت اللي انت تخلي الجسم دوت يطير من ايديك بيسموه باسم ايه طبعا تنجينشيال لينير فيلاستي خلاص كده ان شاء الله يكون سهل عليكم ما يكونش في حاجة سعر طيب يلا بقى نتكلم عن ايه مين بقى الثلاث قوانين انا قلت لكم عليهم بعد ما فهمنا الكلام ده هنكتب اول قرورة نتكلم فيه يا بلادي اللي هو بيسموه باسم اللي هي ببقى نتكلم عن يبقى ايه سي اه سوري نتكلم عن سنتر بيتر اكسلوريشن يبقى ايه سي خدنا من كلمة سنتر والاكسلوريشن معروفة طبعا ايه ايه سمول يبقى اي سي انا عايز احسب الاي سي دي يا ولاد طيب يلا بقى نشوف هنفرد ايه واحنا شغالين عشان نشوف البروف بتاعها الاستنتاج بتاعها انت عندك بادي اهو الماس بتاعته ام طيب هنفرد ان الماس بتاعته ام كيلو جرام بقى اي ان كان بقى ما دي بقى اللي بتيجي بس هنفرد ان الماس بتاعته ام موفينج ات سبيد في بيتحرك بسرعة في اهي مستر في مصار دائري الريديس بتاعه اسمه ار تمام كده بيكون مانو الريديس ده نورمال يعني طبعا ما فيش جديد نورمال اهو طيب ادي كده اول حاجة فرضناه يبقى طبعا نقول لي وانا فور سي اف اكتزونا بادي اوف ماس ام في قوة اسمها اف اصلت على بادي الماس بتاعته الكتلة بتاعته ام واس فيلوستي او اسبيد في انا سركر باث مصار دائري اتس ريديس ار طيب ان ليه يحصل ازا ماجنيتيود اوف فيلوستي اور اسبيد ريمينز كونستانت حد عنده اعترض ايه واح روح اسمع الحصة من اول زا ماجنيتيود اوف فيلوستي اللي هي مقدار السرعة هتفضل سابتة لكن اتجاه بقى السرعة هو اللي بتغير اهو طيب وبعدين نتيجة تغيير بتاعت الفلوستي ممكن يوجيلك متاعيني ولك كده اه طبعا از اكسلوريشن قل زوز اه ايه كونستانت قول زوز اماجنيتيودو في فيلوستي ايه كونستانت ليه البادي اللي بتحرك في مصار دائري بتكون له هتقول له كده هو الفلوستي بتاعته او وان بوينت واناظر اتشينج. وعشان كده يؤدي الى طيب يا ملاد هو بيفهمك بس يعني ايه كانو بيعيد لك الكلام مرة تانية بقى عشان يشوف لك الاستنتاج. يلا نكمل. اللي احنا قلنا رمزها اي سي. الديفنيشن بتاعها هي اكيد طبعا اكسيلراشن. طبعا انا اكسيلراشن يبن هبدا اكلمه بايه. اتزا اكسيلراشن اكواير باي ان اوبجكت موفي نسير كربا. يعني هي اكسيلراشن بيكتسبها الباضي اللي ماشي في دايرة. ديوتو زي كونتينيوس تشينج. نتيجة استمرار تبييير اتجاه الصورة بتاعته. يا رب نكون فاهمين. طبعا قرر مرة واثنين. يعرف يعني هي اكسيلراشن هي اكسيلراشن اكواير بايزا موفي في مسار دائري. نتيجة التغيير في اتجاه الفيلوستي بتاعته. طيب تعالوا نشوف بقى. يلا نستنتق بقى. تعالوا نشوف يا ولد. هو برضو فرض. نبدأ بالنعمل هنا البروف بتاعنا. في بادي موف فروم بوينت اي تو بوينت بي. طبعا هو اسم لك سيركيل ايه. وقال لك ان في بادي تتحرك. بص معي على الرسم. بص معي على الرسم. بادي تتحرك من اي البي. ماشي في الدايرة دي كتة. انت رابط القورة في الحبل وبتحرك كتة. فالبادي بيلف معاك فانت فرضت ان فيه نقطتين اي وبي. ما فيش جديد. الفيلوستي تتغير فين يا ولاد? في الدايركشة. طبعا المجنيتود ما بتغيرش. طبعا نتيجة لكده حصل في تغيير الفيلوستي طبعا رمزه بالرمز ايه? طيب راحوا رسمين في مسلس في الفيزيكس معروف بيسموه باسم ايه ترايانجل افيلوستيز. بيلاقي له مسلس الصراط. المسلس ده عبارة عن ايه? مسلس كده? عبارة عن ايه ضلع من اضلاعه فيه. انا فهنافرد يا ولاد ده اهو. اللي هو الدايركشن ده. مش كنا مش الجسم كان ماشي في سيركل اهو. فاده في. اهو واحدة منه. واده طبعا الدايركشن التاني اهو. اهو. يعني هنفرد ده كده او ده وده كده. تمام او ممكن اعملها كده ما فيش مشكلة عشان تباشين مع الرسم. واده في التاني. الضلع بقى اللي بيوصل ما بينهم ده بيرمزوله بالرمز دلتا ايه? دلتا في. دلتا في. ده عندنا في. يعني هو اعتبر مسلس. عنده بتاعتهم والصايد التالت بيكون دلتا في. اللي هو الشكلين دول يا بلد. يعني انت في الامتحان لو جاءت لك البروف ده. يمكن يقول لك كده. اه يعني لو جاء لك بقى حاجة زي كده. فطبعا اه انت بتزبتها ازاي? هتقول لي يا مستر اهقول بقى ايه? تعالوا نشوف. اعملها لكم هنا الواحد دي كده عشان تشوفها وبدأ يعنيكم بدن ما تكون الصورة ثابتة ومتبوش فاهمنا. هنقول كده. هنشابه المسلسين. اللي هو سي. اي بي. المسلس ده. مع اللي هو المسلس السرعة يا ولاد. ايه الالله اللي شبه بعضها تعالوا تشوف. ايه رايك لو انا قلت لك دلتا في او في اهو ده مع ده. شبه مين هنا? الدلتا اي مين اللي يا مستر دي? اللي هي يا ولاد مش الباطي ده بطفتحرك كده. دي الديستانس. ودي الديس اللي هي ما بين الانشيال والفاينل. فدي دلتا ال. دلتا ال دي شبه مين? سرحة بقى عشان ما تلافضكمش. الدلتا ال دي شبه مين? شبه دلتا في. احطها فوق زيها. والار شبه مين? شبه الفي. اهو? ده زي الفي ده. والدلتا ال هو زي اه سوري الدلتا في ده. زي الدلتا ال ده. طيب وبعدين هعمل كروس ملتبليكيشن. تمام? او هجيب الدلتا في في طرف الوحدة. عشان ان انا نختصر الوقت. دلتا في هجيبها في طرف. دي طبعا هنا ديمونيتور وتطلع فوق فاتبا في دلتا ال اوفر ار. تمام كده? في دلتا ال اوفر ار. طيب انتم عارفين ان البضي لما يمشي خلال دلتا تي خلال الوقت. يبقى ساعدتها ايه يا ولاد? ليه معناها ايه? لازم ندخل في الموضوع ازاك احنا اصلا منجيب حاجة اسمها فهنقول كده يبقى دلتا في اوفر دلتا تي دي معروفة. من الترمين اللي فات دلتا في اوفر دلتا تي. دي نمبر وان ودي نمبر تو. هنقول يا ولاد فروم وان ان تو يعني ايه زي ما هي? ماشي يا مستر. بالراحة باوركز معي. شي اللي دلتا في دي تحط مكانها مين? الكيمة بتاعتها? مين الكيمة بتاعتها اهي يا مستر? عايز اعمل لكم فرقة فاضية احسن? تعالوا نعمل هنا يا ولاد. انا قلنا دلتا في اوفر في بتساوي ايكول دلتا ال اوفر ار. هعمل الدلتا في في طرف الواحدة. يبقى دلتا في اكول. دي تروح فوق ناحية تانية يعني في دوت ملتبلغة يعني دلتا ال اوفر ار. طيب انت عارف ان دلتا في اوفر دلتا تي. دي نمبر وان ودي نمبر تو. هقول كده فروم. وان ان تو. هقول ايه بقى نغير لون اللي انا مشواهي بتلاحوطوش? يبقى الايه زي ما هي? ما جدش جنبها. الدلتا في دي هشيلها بحط مكانها مقدار ده. يعني هقول كده. في دوت. تمام? دلتا ال. اوفر دلتا تي. دلتا ال. اوفر دلتا تي. ومين تحت اصلا كمان? تحت الدلتا ال في ار. اهي? دلتا ال على ار. اهم. وهنا في دلتا تي تحت. اهي. وديك في في دلتا ال. طيب وبعدين. مين الدس بلس منت اوفر تايم. الفلوس يا مستر دس بلس منت اوفر تايم. ترمي اللي فات. يبقى ايه اكول? في تايمز في اوفر ار. اللي هي اللي تحت. انا شيلت دي. وحطت مكانها في. يعني ايه اكول اللي هي ايه سي بقى. خلاص ما بقيت اسمها ايه سي. يبقى في باور تو اوفر ار وهو ده الرول بتاعتنا يا ولاد. تحفظها زي اسمك. واليونت بتاعتنا ميتر بر ساكند باور تو عادي خلاص. هي دي اللي هي يا رب نكون في منها. نرجع بقى ثاني كده. يبقى فعلا زي احنا قلنا نمسح ده. احنا عملنا وراء خلاص. يبقى هيطلع فعلا ايه ايه ايكول او ايه سي في باور تو اوفر ار بتحفظها من الفي اللي هي اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو بتاع الدايرة دي. يا رب نكون في منها. طب اخر حاجة اخر حاجة. مين العوامل اللي بتأصل على طبعا هو هنا عملنا في كتاب ايه? هو مفترض تكون ايه سي يا ولاد افضل لان تتميز عن اللي هي اللي هي اللي العادية. دي مش اللي هي كده خدنا ثلاثة اي ما اعمل. خدنا اللي هي الجي. وخدنا اللي هي ايه? واخدنا طبعا اللي هي ايه سي جاي من كلمة ايه سنتر. تمام كده? طيب ايه فيه عاملين في حاجتين بيأثروا من الرول احفظ الرول ده اول رول اهو. اول يا ولادي اللي هو يعني ايه كلمة اللي احنا قلنا عليها اللي هي السرعة اللي هي الممسية اللي هي السرعة بتاعت البادي لو انا سيبته هتحرك. طب بتكون ايه? انا قلت لكم قبل كده لما يكون حاجتين بينهم تمام? اللي فوق بيكون مع اللي فوق وبيكون مع اللي تحت تاني كده مش اللي هي اللي هي مين فوق مع بعض ال ايه سي والفي باور تو. يبقى ان دي دايريكتلي. يبقى اول ايه? بصر ال ايه والفي باور تو دايريكتلي. طبعا كده? طبعا السلوب بتاعهم يا ولاد هيبقى اول 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 بتن. يبقى ده الوان اوفر ار بتن. يبقى الار. زيرو بوينت وان. فاهمنا? الوان اوفر ار بتن. شالب. يبقى الار هيبقى وان اوفر تن يبقى زيرو بوينت ايه? زيرو بوينت وان مسلا سنتيمتر ميتر ايه. ده واحد تحت وواحد فوق يا مستر يبقى. اللي هي ايه? طيب يا مستر مع معمولة دائريكتل ايه? استنى. هي لو عمل لك كنت هتعمل لك كيرفد لاين بقى او الانفرسلي والقصة دي. لكن ده هو اصلا قلب لك الريديس. فبقت قلبت ايه? دائريكتلي. يبقى بس انت هتقولها ايه? مع الريديس. لكن لو نسمى لك هتبقى الشكل مضغي. يبقى طبعا. طيب يعني والسلوب بتاعنا هنا هنا هيطلع ايه سي قلنا باور او ر. هنا بتاعنا انت عامل مبين مين الايي والا وا او وان افر ار. يعني كنت بتقول ايه طايمز الار? هيطلع مين يعني? اي طايمز الار? هيطلع ال v باور دو. كده احنا خلصنا اول اا او صفح او اول او اول يارب نكون فيهمناها وعرفنا البروف بتاعتنا ان شاء الله الحصة اللي جاية هكمل بقية اللسن وحل اسئلة او بروبلمز عليهم ان شاء الله بالتوفيق ليكم لا ننساش نعمل سبسكرايب للقناة وشير لي زمالك اولاد ولو في حاجة صعبة طبعا اكتبوا لي بالتوفيق ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته